اعلنت وزارة الاسكان عن الدفعة الثالثة من اسماء المستفدين من خدمة التمويل الاسكاني للعام 2015 والبلغ عددهم 312 مستفيدا بقيمة اجمالية بلغت 15 مليون و218 الف دينار بحريني وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأفدت الوزارة أنها قامت بتخصيص 195 تمويل شراء و117 تمويل بناء للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمة التمويل الاسكاني فيما سيتم لاحقا الاعلان عن المستفدين من خدمة تمويل الترميم فور اكتمال الاجراءات الخاصة بذلك وبحسب الاجراءات المتبعة لدى كل من وزارة وبنك الاسكان لصرف التمويل الاسكاني فإنه من المقرر أن يقوم بنك الاسكان بإرسال رسائل نصية وأخرى كتابية إلى المستفيد بقرار تخصيص القرد وإشعاره بالمستندات المطلوب إحذارها لدى زيارة البنك لاستكمال إجراءات الاستحقاق من جانبه أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان أنه بالإعلان عن الدفعة الثالثة والأخيرة من المستفدين من خدمة التمويل الاسكاني لعام 2015 تكون الوزارة بذلك قد خصصت 1224 تمويلا سكانيا بقيمة أكثر من 49 مليون دينار في مؤشر على استمرار الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر